الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه ومن وله وبع فإن من سمات رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعبده ألا يعاجله بالعقاب إذا ما أذنب وأخطأ بل يستره ويمهله ويحلم عليه ويفتح له باب التوبة والمغفرة فإذا ما تاب وأناب قبيله وتاب عليه وغفر له بل ويبدل سبحانه بكرمه ولطفه سيئاته إلى حسنات قال سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما بل إنه سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه ويقبل عليه أكثر من فرح العبد بتوبته قال صلى الله عليه وسلم لالله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فآيس منها فأتى شجرة فاضجع في ظلها قد آيس من راحلته فبيناه وكذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك فالله سبحانه وتعالى أكثر فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من هذا العبد الذي أوشك على الممات وأيقن بالهلاك فقال مخطئا في تعبيره عن شكره لربه اللهم أنت عبدي وأنا ربك ولكن التوبة ليست مجرد كلمة ينطق بها اللسان ولا خاطرا يرد على القلب ولكن التوبة لها شروط يجب توافرها أولا من هذه الشروط الإقلاع عن الذنب والمعصية فلا توبة لعبد وهو مقيم على الذنب مصر عليه قال صلى الله عليه وسلم والمستغفر من ذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه سبحانه الشرط الثاني الندم الشديد على وقوعه في هذا الذنب وتفريطه في جنب الله ومخالفته أمره وتجرؤه على عصيانه سبحانه وتعالى فهذا يورث المسلم شعورا بالندم والألم والأسى والأسف وهذا مسوغ عظيم لقبول توبته ومغفرة ذنبه كما قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة الشرط الثالث العزم الأكيد والإصرار الشديد على عدم العودة لهذا الذنب مرة أخرى هذا إن كانت التوبة تتعلق بحق من حقوق الله سبحانه وتعالى أما إن كانت التوبة تتعلق بحق من حقوق العباد فلا تصح التوبة حتى ترد الحقوق لأصحابها فإن كانت الحقوق مادية فلابد من إرجاعها لأصحابها بصورة مباشرة أو غير مباشرة فإن تعذر عليه أن يرد الحق لصاحبه فله أن يتصدق به على نية صاحبه أما إن كانت الحقوق معنوية كالغيبة والسخرية والنيل من العرض فلابد أن يتحلل من هذه المظلمة بطلب العفو والصفح من صاحب المظلمة قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرح عليه فعلى المسلم أن يبادر بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فهو سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين كما أن التوبة عبادة يؤجر المسلم عليها ولو لم تكن من ذنب كما قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم مئة مرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يجعلنا من التوابين ومن المتطهرين هذا والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته